الانعاء الاولى في تونس اتهم المنظمة كيف كيف بتزييف الوقاعة سهلا برشا النظام الداخلي ما يحكم الاجرات النظام الداخلي المجلس النواب الشعب الفصل 113 يقول انه طلبات التدخل تقدم في مفتاح كل جلسة قبل ما تبدأ الجلسة تقدم الى رئيس الجلسة وذول يسعب الفتاح يشاطرني اما عن طريق رؤساء الكتل بالنسبة للنواب المنتمين الى كتل او فرادة بالنسبة للنواب غير المنتمين الى كتل اللي صار في الجلسة السيدة الشواشية رئيسة الجلسة قالت راه ما جاتني القائمة فيها تدخل وحيد هو للنائب فيصل التبين وقت اللي اعطاته الكلمة السيد النائب تنازل عن تدخلي وبعد خذيه نقطة نظام ما هوش تدخل السيد نبيل حاجي من كتلة الديمقراطية كيف كيف طالبة بالتدخل وقال راني انا مسجل في القائمة السيدة رئيس الجلسة قالت القائمة فيها اسم متدخل نائب وحيد احنا ما نعرفوش القائمة فيها زوز 3 والعشرة وهذه هي مسؤولية الاطراف اللي تسير في الجلسة احنا نقلنا اللي رينيه وبالتالي قبل ما قبل ما نتهمه اللي هي رياضة والليت شاعة في تونس بالتزييف والانخياز نجم زادها نرجع الفيديوهات ونتأكده شوية به شوية الدقة الدقة في التثبت في الظبابية اللي عايشينها جلس العامة نهار الاثنين جلسات عامة وبكر الجامعة الفيتو 16 اجتماع لجنة بالنسبة للجلسات العامة نهار الاثنين كانت توجيه اسألة شفاهية الى ثلاثة وزارة وزارة تربية والتعليم العالي وزارة نقل واللوجيستيك دونك عشر نواب قدموا 13 سؤال ما حورت اجمالا على الوضعية المؤسسات العموية كسوسوها في النقل او بالنسبة للوزارة التربية البنية التحتية في وزارة التربية الفساد الإدارية في المنظمة انتداب السادة تعليم عالية زادها ما نساوش مسألة الدكاتة المضربين عن الطعام في الوزارة نهار الثلاثة جلسة كانت مخصصة للصباح دونك صباح وعشي صباح مسادقة على مشاور القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانظمية لمبادرة كوفاكس والالتزام بالشروط العالمة المحددة من قبل التحالف العالمي وليخذت ثيقة ب138 ومحتفظ وحيد سيريضاء جوادي نائب مستقل وما فما حتى حد ضد وزير الدفاع برشة معلومات اللي قادة تتعاود ديما أبو بكر في الإعلام انه التلقيحها مش مجاني لكن لأسعار تفاضولية سرية كلفة التلقيح ما نجموش يقوله قداش وأنه كل مواطن مش مجبر أنه يقوم بالتلقيح هذا العشية كان زز قرارات في التمديد في مهمات عسكرية لتونس تحت راية الأمم المتحدة بالنسبة للاجتماعات اللي جان كان في مبرشة اللي جان 18 اللجنة فما زز بو بكر اللي جان سرية لجنة الأمن والدفاع اللي استمعت إلى وزير الدفاع حول أوضاع الإقليمية والأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا لكن ما تمش احترام النظام الداخلي وتم التصويت على السرية متاحة بالكوروم بالمجوريتيري كيز أقل صوته بتسعة صوت في حين أنه حسب النظام الداخلي فصل 76 يزم 15 صوت كيف كيف البي اف تي بانك الفرنسي تونسي وقليل من وزير الدولة وفلا لجنة الإصلاح الإيدالي لكن تم احترام نظام الداخلي وكانت الجلسة السرية مغلقة 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 لجنة شؤون المرأة استمعت إلى مجموعة الأطراف ومجموعة مكونات المجتمع المدينة وهو وزيرة المرأة حول ظاهرة العنف المصرد ضد المرأة أهم الخلاصات أنه فماش تطبيق فعلي للقانون برشا نقاس القانون وهو ضعف في الميزانية كيف كيف تم المصادقة على قانون مهم هو القانون المتعلق بالعمل المنزلي تمت المصادقة عليه في لجنة الشباب اللي فيه العديد من الضمانات اللي يشتغلوا في يمتهنوا مهنة العمل المنزلي ذوك هذو أهم الحاجات الجمع جاء إلى حد قبل ما ندخل طاوة فما زوز جلسة عامة ثنين أسئلة شفائية لمجموعة من الوزراء ونهار ثلاثة المصادقة على خمسة مرسيم لرئيس الحكومة وعننا كان اجتماع لجنة وحيد إلى حد لأن ما بينزول المجلس طوي هبط إلى الاستماع إلى وزير الدفاع حول مجموعة من الملفات شكرا يوسف عبيد ممثل مرسد مجلس تابعنا موضمت بوصلة هذي فقرة الأسبوعية نائب ميتين وثمونتاش